ايها المشاهدون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته الأضحية من شعائر ديننا الحنيف سنة مؤكدة عند جماهير أهل العلم لها فضلها ولها مكانتها عند الله تبارك وتعالى تطيب بها النفوس ويفرح بها الإنسان لأنها من أعظم قربان يقدم لله تبارك وتعالى وكأن الناس بدأت تهمل شأنها ولا يعرفون فضلها فكثير من الناس ربما يمتلكون ثمن الأضحية ولا يضحون وإنما بأموالهم يمسكون ويبخلون انظروا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف رغبنا في هذه السنة وكيف بيّن فضلها ومكانتها وعظمتها نبينا صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا قربان يقدم لله لابد أن يقدم الإنسان شيئا طيبا خاليا من العيوب سالما من الآفات والأمراض فبيّن أن الأضحية لابد أن تكون سليمة من المرض بعيدة عن الآفات حتى يتقبلها الله تبارك وتعالى فبيّن شروطا فقال لَا تُضَحُوا بِالْعَوْرَاءَ أَلْبَيِّنِ عَوَرُهَا وَلَا بِالْمَرِيضَةَ أَلْبَيِّنِ مَرَضُهَا وَلَا بِالْعَرْجَاءَ أَلْبَيِّنِ عَرَجُهَا وَلَا بِالْعَجْفَاءَ أَلَّتِي لَا تُنْقِي رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمنا كيف نقدم لله شيئا طيبا تطيب به النفوس لأنها تقع عند الله قبل أن يسيل دمها لها مكانتها ولها فضلها وعلى قدر ما يكون الإنسان كريما في تقديم هذا الشيء على قدر ما يكون الثواب عند الله تبارك وتعالى انظروا إلى فعله صلى الله عليه وسلم كما يقول سيدنا أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بك بشين أملحين انظروا إلى الوصف الجميل أقرنين ذبح بيده فسمى وكبر قال هذا عن محمد وعن آل محمد وهذا عمن لم يضحي من أمتي وجاءت رواية سيدنا جابر لتبين هذا الشيء كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالأمة شفيقا عليها وعلى من لم يضحي منها يحكي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أدى الصلاة ونزل من على منبره جاء له بكبش فسمى وكبر وذبح وقال اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي هكذا فعله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك لا بد أن نتأسى قدر استطاعتنا بهذه السنة المباركة فرسول الله يقول إذا أمرتكم بأمر فأت منه ما استطعتم وإن كانت سنة مؤكدة إلا أن النفس لا ينبغي أن تفتعد عنها أو أن تكون بها غير متعلقة وإنما دائما نعلم أن البركة في اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها موساة للفقير خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورجع فقال لعائشة كم بقي من الشاه فضل منها إيه قالت له يا رسول الله خرجت كلها وما بقي إلا كتفها الكتف بس هو الفضل هو الذي بقي فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل بقيت كلها إلا الكتف ليبين أن ما تقدمه هو الذي يبقى لك عند الله لذلك لا تبخل في هذا اليوم أن تدخل سعادة وفرحة على فقير أو مسكين فكلوا منها وأطعم البائسة الفقير فكلوا منها وأطعم القانعة والمعتر نداءات القرآن تبين لنا أننا لا ينبغي أن ننسى الفقراء ونعطيهم من الأضاحي جلس الصحابة وقالوا يا رسول الله هذه الأضاحي ما هي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالوا فما لنا فيها قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف قال بكل شعرة من الصوف حسنة رواه الإمام أحمد لها فضلها ولها ثوابها فهنيئا لمن اقترب من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحيا تلك الشعيرة في بيته كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته